من خلال هالصور من مراسم العزاء اللي يقيم في تونس من أسبوع تقريبا لرحيل شقيقه الأكبر حسن توجهت لطيفة بالشكر لكل من قدم التعزية سواء بالحضور من خلال الرسائل أو المكالمات وقبل هالظرف الحزين لطيفة كانت سعيدة بالنجاح اللي حقق ألبومها الجديد لطيفة 2022 اللي قدرت أغاني تحقق 20 مليون مشاهدة بأول خمس أيام من صدوره ومن بين الأغاني اللي لفتت الجمهور أغنية أحسن أحسن اللي طلت فيها بستايل مختلف تماما وهالأغنية لطيفة صورتها في تبيق بالأشهر وإحنا بوقتها رفقناها بالكواليس بالأغنية دي أنا بحبها قوي كان مفروض تنزل قبل الأستاذ بس قلنا لعب ومن حب لطيفة للأغنية ما وقفت تتغنيها حتى أثناء لقاءنا معها ما تأبرشي وسلم لو عايز تمشي أمشي بحبها لأنا غنوة فرحة كلامها حلو مزكتها حلوة توزيحها حلو أنا بغنية فيها حلو وأنا أحب المواضيع دي وفي سبب آخر لحب لطيفة لهالأغنية فكرني بلطيفة التسعينات عجبني يعني فكرني أنا أقدم أحبك ويغدر وأنا ما تنسيش والغنوة رايحة كده في الحتة دي وها الغنوة وقعها كلام من تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي ووزعها تومة وإثناء تصويرها بتبيح حرصها التريو إنهم يتواجدون أحسن 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 أبط لا هنتكلم ولا نتقابل عيسك تكمد عيسك تتقل أصل فرائد رسل وستقل باهروا منبسطة قوي قال إنه لطيفة اللوك جديد والفكرة جديدة والمخرج مجنون أبعب شريف جدا طبعا فلطيفة اختارت المخرج شريف ترحيني ليوقع الكليب بأول تعاون بينهم أنا بحب الصورة الجديدة وبحب دماغ المخرج رايحة فين يعني المخرج اللي يجيب لي ستوري بورد أنا متوقعه ما حبوش ما حبش أعمل حاجة أنا متوقعها خالص شريف من النوع ده بيعملك حاجة ما تخطرش على بالك لبالي ولا بالي للناس اللي بتسمع الغنوة يا كثير مبصود أنه أنا عم بشتغل معه اسم كبير وطلعها بلوك جديد ما بيشبه شي عاملته من قبل هيدا أهم شيء وفعلا اللوك لطيفة بهالكليب صار حديث الجمهور فهو المستوحى من موضة التسعينات هلأ التريند الفاشن إذا بدك تبع التسعينات هو منمل وهيدا الموضة اللي هلأ جاية جاية فيها جو اللبس تبعها وإن الستايل كله من التسعينات واللافت باللوك كانوا النظارة والشوز اللوك جديد أنا أول مرة عمله في حياتي مختلف وهاللوك كان من اختيار ستايلس ناتالي الدكاش عملتلي حاجات جديدة أول مرة استعملها أنا قلت لها أنا عمري ما كنت أفاكر أن ده ممكن يليق علي كانت كيفانة شوي لا قاسيت وايك دي غري أنا بقشعة بس الواحد يحب حاله يعني قشعة عيونك يفضوه وايك it was smooth and fine after that